مشاهد كرام بنحب الرحب بقائد مجمع خدمة الموطنين هنا في منطقة التجنيد وتعبية الزأزيق أهلا بيكي فاندي الصباح خير أهلا صباح النور أفاندي أقول ليا فاندي من الخدمات اللي بيقدمها المجمع هنا لطالب الخدمة المتردد على المجمع ايه احنا هنا مسؤولين عن استخراج شهادات المعاملة التجنيدية لإعفاء المؤقت والنهائي والاستثناء لمزاوية الجنسية وتصريح الصفر ووزنات الصفر لو حد عاوز أدى الخدمة العسكرية عاوز يطلع يعني يستخرج شهادة تأدية خدمة عسكرية عندك برضو؟ لا اللي أدى الخدمة العسكرية من السجلال بس هو بيطلع من عنده نموزك 53 تعبئة طيب تمام ويطلع بيها على السجلال هو لازم يجيلك هنا لازم يجيلك هنا أي الخدمات التانية يا فاندي اللي بتقدم هنا الخدمات هنا بيطلع شهادات الإعفاء المؤقت المواطن بيجيب قدع لي وجميع شهادات الملاد للأسرة تمام وبنتحرع عنها وبياخد الشهادة لإعفاء المؤقت سواء التأجيل والتأجيل الدراسي طيب تصريح الصفر بقى تصريح الصفر من هنا للمجندين اللي خدموا لسه تحت فترة الاحتياط واللي تحت الطلب واللي تحت الطلب برضو بياخد إذن الصفر هو والإعفاء المؤقت تمام ايه كمان يا فندم الخدمات اللي بيقدمها هنا المجمع هنا هنا بنأجل التأجيل الدراسي للطلبة اللي داخل الجمهورية اللي بيدرسوا داخل الجمهورية وبرضه بنطلع لهم إذن الصفر في خلال فترة الأجازة بالزبط هنا الخدمات يبدمها المجمع قل لي أول طالب الخدمة بيجي هنا عندك في المجمع إيه الإجراء اللي بيتم أول إجراء بيتم إيه أول حاجة بيراجع ورقه مع الاستعلامات وبعدين يخش مع الموظف على الشباك يأكد على الورق كله تمام ويبعت الاستعلام بتاعه ويستعلم عن الورق وعن صحة القدل العائلي قل لي فندم عدد الشباكة اللي موجودة أكيد كاف لأداء الخدمة والموظفين وصف زباط وعساكر كل شباك ليه خدمة معينة أو عدد أول شباك بيبع عندي التنفيذ والإعفاء أول مرة تمام وتاني شباك استعلام عن القدل العائلي وتالت شباك الناس اللي ما بتعرفش تطلع عقيد بتطلع تعزر قدل عائلي تمام بعد كده نطلع على الغير لاي ومراجعة الشرقية وتصوير المستندات ومراجعة القنال والتأجلات الدراسية